أفد مصدر حكومي بأن فريقاً حكومياً يتعامل بحذر مع المواد الخلافية ويحاول صياغة حلول لتعديلها وأوضح المصدر أن من بين هذه المواد التي يعترض عليها قيم كردستان والخاصة بمنح الرواتب السليمانية بشكل مباشر من دون مرور بأربيل مبين أن القلق يسيطر على هذا الفريق بسبب احتمالية فتح باب النطعون لا يغلق أبداً وأضاف أن الخلافة مع إقليم كردستان يمكن تسويته بالطريقة التي تمنع الذهاب إلى المحكمة الاتحادية واعتماد صيغة التفاهم بين رئيسي الحكومة الاتحادية محمد الشاع السوداني وحكومة الإقليم مسرور بارزاني